السلام عليكم هي كتير حلوة ومناسبة للأطفال بتفرحهم كتير حمضيات بعصر 1 لتر بوضعها على حرارة متوسطة وبوضع نشا 300 جرام وسكر 200 جرام و 2 جرام ملح منشان يعمل توازل بحرك باستمرار وعندما تجمد عندما تصير سميكة بوضع 100 جرام زبدة وبسكبها وبتركها حتى تبرد تماما والطبقات التانية والتالتة نفس الشيء ولكن بوضع النكلة أنا بحبها النكلة النكلة التاتة ما مثلا على سبيل المثال لمون ونعناع وبصفيهم وبوضعهم على الطبخ ونفس الشيء بسكب بعد ما تبرد هيك هي كتير لذيذة وكتير بتفرح الأولاد مثل من انتم شايفين كتير ممكن أزينها ممكن كتير روعة وصحة وقالف عافية في أمان الله إذا أعجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة